وحف الصادرة اليوم جاهل صباح النور بونزورات حسين صباح الورد والياسمين الأيمن سهل اسمع فينا على إذاعة الحياة الفام كل عدة لو قيت هذا نقرأ وشنو كتبة حفة تونسي لليوم اخترت نبدلكم بجريدة الشروق نظرا لمقال موجود فيه برشة معلومات بخصوص الدعم وده بي لحقيقة ركز عليه وده بي كان هو نحكي عليها اليوم تلمو فيه معطيات مهمة يسر خاطر تهم موضوع مهم خليني نبدلكم بالكاريكاتور في جريدة الشروق لليوم تحت عنوان المواطن ورفع الدعم نحاول نوصل الصورة للناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي يتفرجوا فينا نجمعوا فيديو على صفحة رسمية لإذاعة الحياة الفام دونك يقول لك الشيطاء على الأبواب ربي يستر يا عبدالواهي اللي موجود هو راجل ريقد تقريبا دون ثياب فقط متغطي بالدعم ما يغطي هذا الرجل هو الدعم فقط لو يتم رفع الدعم كيفاش بشيكون هذا الرجل دونك هذا حاولي يلخص الرحموني بيريشتوك العادة مسألة رفع الدعم والموضعية الحالية للمواطن التونسيس بالضبط إضافة لهذا فما مقال في صفحة أربعة من جريدة الشروق هكذا ستكون الأسعار ما قلنا رفع تدريجي أبارتير من دوميل فنتروا من 2023 حتى تيكش للأفين وستة وعشرين عبش نقول لكم بالميد بالحاجة بالحاجة شنوى سومها توا وكيفاش بشيوالي سومها عام ستة وعشرين دونك هذي حسب بعض التسريبات على الوثيقة اللي ضمنت الملامح الكبرى للاتفاق وما قدمت تونس للصندوق في سيق الرفع التدريجي للدعم أو ما سمي بترشيد الدعم على كل ممكن بش نفهموا من الأرقام هذوما عليش ما فاميش التوضيحات عليش ديما نقول وضحوناش فاميش فيها الوثيقة ما فاميش حتى توضيحات نبديكم بالباغيت اللي سومها مسحره من 2020 بمية وتسعين ملي بش تكون فاميزة بسبعين فرنك عام 2000 وثلاثة عشرين زيدة بسبعين فرنك أخرى عام 24 زيدة بسبعين فرنك عام 25 زيدة بسبعين فرنك أخرى عام 26 بش يولي سومها في 26 475 مليم سهر الباكيت عام 26 بيه اشناعتيكم الخبزة الخبزة 230 مليم سنة 2022 بشديد 143 مليم 140 مليم اخرى عام 24 140 مليم اخرى عام 25 145 مليم اخرى عام 26 بشيو اللي يسومها عام 26 785 مليم هذي الخبزة نمشيو للسميد تسعة او سمحوني 790 مليم السعر متاع سميد كيلو بينسير نحكيو عام 2022 بشي تزيد 400 مليم عام 23 400 مليم اخرى عام 24 400 مليم اخرى عام 25 400 مليم اخرى عام 26 بشيو اللي سوم السميد 2390 مليم سنة 2026 نمشيو للفارينة 850 مليم سومها توا الكيلو بشي تزيد 252 مليم سنة 23 كيف كيف 252 مليم سنة 24 2252 مليم سنة 25 250 مليم سنة 26 بشيو اللي الفارينة سومها 1856 مليم سنة 24 550 مليم اخرى سنة 25 وزيادة ب 550 مليم سنة 26 بشيو اللي السوم 310 مليم سهر الكوسكسي نمشيو للمقارونا 805 مليمات كيلو لعجين توا سومه توا 2022 بشي زيد 550 مليم سنة 23 يزيد 550 مليم اخرى سنة 24 يزيد 550 مليم اخرى سنة 25 يزيد 550 مليم اخرى سنة 26 بشيو اللي سوم كيلو لعجين 3005 مليمات عام 26 الزيت توا 900 مليم سهر اللتر سنة 22 يو مش موجود رو اما كميم حاسبينو معناها في رفع الدعم به بشيزيد ب 810 مليم سنة 23 810 مليم اخرى سنة 24 810 مليم اخرى سنة 25 805 مليم اخرى سنة 26 بشيو اللي سوم 4150 مليم سعر الزيت سنة 26 الموضوع مختلف تماما في المحروقات رفع الدعم بشيكون سنة 2023 ولكن مش بشكل تدريجي الى غاية 26 يعني اسويم المحروقات ديريكتما في موفى 2023 ما نش بش نستنى ونستنى يعني يعني بش تولي في سومها الحقيقي البنزيل الخالي من الرصاص بشيو اللي سومه 3450 مليم سنة 2023 الجزوال 50 بشي يصبح سعره 3775 مليم سنة 2023 قرورة الغاز المنزلي سيصبح سعرها 24 دينار سنة 2023 في هذا المقال نحب نقول هذي مش أرقام نشرتهم لوزارة ولا الحكومة هذي راهي تسري بيت على الوثيقة اللي ضمن ترفع الدعم اللي نشرتهم جري التشرق اللي تقدموا بها لسندوق النقد الدولي باش نقول راييه تسري بيت وهذي وثائق مسربة تكشف انو الحكومة بش ترفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي سنة 2023 وعشرين وطوا نتبعوا بشوي بشوي تونكو معانيش لحكومة ما تتفعلش معانا وما تتفعلش مع المواضيع اللي نحكيو فيها في الأعليم يحكي فيها المواطن التونسي كل ننتظروا كيفاش معانيها على غير رادة بش والأجور بش تبقى هيا هيا في ظل الزيادات هذي الأجور وذيك معاني برش تسأوليت يعني بش برش تسأوليت حسين ملش اسمه رجع الدعم يعني رجع الدعم للمواطن التوصي ماوي اللي مستحقيه هو دولة بش تعود تعطي فلوس ايه اسكو بش تتطور هالقيمة المالية بش تعطي هالي انتي سنة بش تتطور كل عام بش تدي معاني مفهمة حد شي بذبتي هو فقط معانيها تبقى كيما قلت انت رايدي تبقى تسري بيت وتنجم تكون زادة معانيها كيما تنجم تكون صحيحة كيما تنجم تكون غلطة للوزارة والحكومة اللي هو يوضحون هيدا هيدا صحيح ولا هيدا غالطة هيدا هو أمره اسمعني قديش بش توصل الباقيت الباقيت الخبز العادية من ميتين وثلاثين بش توصل الخبز العادية بش توالي عام ستة وعشرين سبعمية وخمسة وثمانية اهلا وسهلا لنكس لعب مش نجمو نخمو ريجيم ريجيم اسمعني لا عات ناخدو خبس لا عات ناخدو دا بوصل غاز باربع وشرين دينار بش بش نطين في الفين وثلاثة عشرين بش نرجعو لك للحطاب ونرجعو فمت نرجعو لأيام زمان نا اي نرجعو لأيام زمان نجيبو لحطاب ونعمل المردم ونخرجو منها الكنون ونرجعو نعيشو عالكنون والطيبو عالكنون سبور المشي رياضة المشي اللي نسمع في عبدالله في نشارة سبور دي ما ينصح برياضة المشي بلاغ بلاغ انا مريتوشا يحكيو معنا برشة الناس على يبدو انو تصريح اي تصريح تصريح وزير شباب ورياضة بظهر بتدهو تصحيح تصريح لوزير شباب ورياضة الزمية الرياضة في كل المؤسسات اللي موجودة عنا لهنا معنى ها انا بش نمشي عندي سبورت انتي سيبو ما عاش نسحقوه سبور بعت يبارو انو الناس كل بيش تولي تتنقر على على سقياو 까не زاد لسانسو وزاد المزوت فحتى تعريف متاع تعريفة تاكسي بش تتزيد وزاد بوست القاس تعريفة متاع نقلة العمومية كيف كيف بش تتزيد وماش شخصة تخرين راي تكلفة راي تكلفة متاع اليسانسو والمحروقات بصيفاعة ما راي تنعكس على كل شي على تكلفة الانتاج ضونك العجين مش بهي الصحة الخبز كيف كيف زادة اللي حبي هم ريجين فك علينا مالخبز ومالعجين تي دونتو ليكا بش نطيحو في البياج متاع متاع الزياد ياتسي نو بيه سبورو بيه الرجيم انا معدي ما نقص لما حالا من بيه الرجيم وميكلة الصحية حسين والعودة للبداية فين طيبو على حتاب كما قلت انت والله العظيم نرجعو للكانون يبدي يزهر في الدار وصالحة فوق الكانون فيمتني وليه وضربة بخور يبدي عجعش في وسط الدارش خير منها كيه قالوا جاز وقالوا ده بوز جاز بربع وعشر دينار ملف الدعم نحكيه عليه في جريدة الصباح لليوم الجريدة كل اليوم تجندع الدعم الفل الموجود موضوع موحد اللي هو الدعم الصباح ملف كامل اليوم الصفحة 6 وصفحة 7 اجراءاته ستفعل قريبا كما كنا نشوفه في التفاصيل هي تسري بيت على كل ولكن فم مزيادات هكا ولا مش هكا بالضبط ننتظر توضيحات رفع الدعم هل يتقبله الشرع هذا السؤال اللي تطرح اليوم جريدة الصباح باعتبار الكلفة متاعه على المواطن حكومة سبقة ارجعت معالجته وحكومة بودن تتجرأ على فتحه عجزة الحكومات اللي تعاملت مع صندوق النقد الدولي حسين الكلها عجزة على تطبيق وتنفيذ الاتفاق هذه ولكن حكومة بودن يعني تجرأت عليه اخذت بعض الخبراء الاقتصاديين كما سيد ريذا شكنداليا سيد عزدين سعدين يقولك لا يمكن الاقتراب من ملف الدعم الا بعد تعافي الاقتصاد هذا اولا اجراءات وزيرة المالية حول تعويض ثمانية ملين تونسي كما قالت هي مكلفة اكثر من الاعتمادات المرصودة للدعم حسب خبراء الاقتصاد اكثر من سبعة مليار دينار نفقات الدعم خلال سنة الفين واثين وعشرين والمحروقات تستنزف موارد الدولة المالية نحكيه زده على ضرورة تطوير دخل التونسيين كيفش بترفع للدعم ودخل ومعنىها الضعيف في يسر قبل ما تقدم على اي خطوة تتعلق بتوجيه الدعم لازم تطوير دخل التوينسا نحكيه على وجور زهيدة في تونس غيب الدعم يهدد برحيل الشركات الاجنبية وفقدين مواطن الشغل ستة وثمانين في الميام التوينسا حسب دراسة يرفضوا المساس بمنظومة الدعم اللي كانوا مطمن التوينسا ما كانوش يخموا في الزيت والسكر والسامحوني مش السكر يعني مثلا العجين والكل ما كانوش يخموا في السميد المواد المدعمة بصفة عامة كانش فما التخمي منواني ساعات تفقد الحاجة تغلى شوية سومهم بعد ترجع النرمال كي ما صار السميد في في الكوفيد كانت تتفكر اشكرت سميد غليت بعتي بروانها مفقودة بعد رجعت دورب استثنائية صحي طيما يبقى ديما الوضع كي ما هو معناها دونك ديما المواطنة تونسية فروحه خارج راوي نهيت ونهيت وبش يفطر ينجم يخو باقيت بمئة وتسعيد مئتين مليم هو ياخذ معاها اللي هو حك هريسة ولا شبن ولا نحكي لك الانسان المواطن البسيط العازب اللي يعيش واحده معناها ينجم بثلاثة ألا فرانك راوي نجم يفطر اليوم في تونس أصلا حسين المشكلة بتاع ذي التخميم رفع الدعم كيفيش بش يكون وكيفيش بش يزيد وما كانش تيجي يشغل مواطنة تونس كني ما كانش يخمم فيها ديا معناها رفع الدعم كني يخمم في حاجات أخرى سايبي قن في سنوات أقديمة وفي معنا في عهد بن علي كن المواطنة في تونسي يعيش بأرياحية كني نجم يعمل دار كني نجم يعمل كربا كني نجم يخمم على الأقل أنه يعمل دار ويعمل كربا حتى كن معملهم شي اليوم رانا ما عاش نجم يخمم مجرد التخميم اليوم روي يخمم على المقرونة والخبز وعنده جوز صغار وراه يقرأه في المدرسة ورفع الدعم زادة على الكرارس والكتب يكاه وعداش يقعد للمواطنة تونسي ما قعد له حد شيء نفس الموضوع حسين نحكي عليه في جريدة المغرب لليوم رفع الدعم عن المحروقات في موفى سنة 2023 هذية فرضية لو كان يستقر سعر البريل في حدود 100 دولار يعني في حدود بين 95 بين 100 دولار فإنه ويستقر سعر صرف الدينار التونسي مقرنة بالدولار توا دولار يجي 1200-2300 بشيو سلسومه 3400 مليم هو سعر البنزيل الخالي من الرصاص موفى سنة 2023 هذا في جريدة المغرب وتقريبا نلقاه نفس الأرقام اللي قرينيهم في جريدة الشروق بالضبط يعني في الزيادة يعني في الوثيقة المسربة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي سينو في جريدة الصحافة لليوم تحكي زيد على برشة مقالة أخرى على خطاب رئيس الحكومة لمجلس الحقوق الإنسان تقول تعثر المسار الديمقراطي كان نتيجة تفاق من تجذبات سياسية وتحول البرلمان إلى ساحة عنف تقريبا تماهي في الخطاب على رئيس الحكومة مع خطاب رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير مع وزير الداخلية اللي حكي على العنف في البرلمان وغيره أيضا تحكي في صفحة ثالثة على الخطاب قيس سعيد وقت الاستقبل الوزير الداخلية القولة البارح وطالب الأمن بالتصدي للتجاوزات الانتخابية وحماية الحريات وتتعجب جريدة الصحافة أن المقربة الأمنية تحاصر الشأن العام وكأنه ولينا نتعامل كل شيء بطريقة أمنية هي الحل الوحيد للدولة اليوم اخذت في هذا الخصوص رأي رئيس منظمة عتيد بسمة معطر اللي يقول بأنه مراقبة تجاوزات مسار الانتخابات هو من مهام هيئة الانتخابات ودور وزارة الداخلية هو التنسيق فقط ودعم مجهود الهيئة مش هي اللي بيش تقوم بهذا الدور بتاع المراقبة وزارة الداخلية هي من مهام الليزي ولكن هاوك أتنسق مع الداخلية به يقول بأنه حسب المصادر المعلومات اللي عندها منظمة عتيد تدعو رئيس الجمهورية إلى أنه يثبت من مصادر المعلومات اللي قاعد يعتمد فيهم للحديث عن وجود إخلالات تقول عتيد بأنه خلال فترة تقديم الترشحات لم يتجاوز عدد الإيقافات والقضايا المتعلقة بتقديم أموال ست قضايا أكا وهذا موما ستة ما عنيش مئات الإخلالات عنا ستة إخلالات تقريبا وهو عدد ضعيف حسب تعبير رئيس منظمة عتيد ويحذر من المس من الحريات ويرجع جوية على التصريحات متاع 70% من نسبة ضحايا العنف البوليسي مسجلة في عهد قيس سعيد تم تزجيله في فترة رئيس الحكومة الحالية السيدة نجلة بودن نحكيه في نفس الصفحة مقال آخر تعثرات أمام المسار الانتخابي والمعارضة تدعو إلى مقاطعته نختمه بجريدة لتون اليوم نحكيه على الكنام والصيدلية الخاصة الاتفاق اللي بنيتهم يوفى نهار 31 ديسمبر اللي أنضاوه من عام ناول 31 ديسمبر 2021 تنكره وبش يوفى بين الكنام وبين صيدلية الخاصة في 31 ديسمبر القادم إلى حد الآن ما فاميش مفاوضات نأمل في أن المفاوضات تكون على بكري باش ما تتعطلش مصالح المواطنين والمرضى وغيرها وتمشي الأمور معناها كما يجب أن تكون واضح أعطيك صحة سيهيم شكرا لك يا لله على كل هذه المعطيات هذه كانت جولتنا في أهم مجاة في الصحافة المكتوبة بتاريخ اليوم في روفيو دو بريس روفيو دو بريس في رأة في عنوين الصحف الصادر اليوم سينون موعد يتجدد اليوم إن شاء الله سينو